خلال حديث لديجلا أكد القيادي في تجمع الوحدة العراقي حكمة جاسم زيدان أن الغاية من انضمام التجمع برئاسة شمس الدين محمد نهرو الكزمزان لتحالف الأنبار الموحد هو البحث عن الشراكة الحقيقية والعمل على التأسيس للمرحلة المقبلة عبر عملية ديمقراطية رافضا مواصلة العمل مع الشركاء السابقين لنقضهم العهود واغتزال العمل بشخصيات غير موثوقة مشيرا إلى أهمية إنهاء التناحر لضمان خدمة أهالي المحافظات المحررة هذا اليوم لاجتماع تحالف الأنبار الموحد للتداول بالمرحلة القادمة حقيقة نحن هذا اليوم شاركنا في هذا المؤتمر أو في هذا الاجتماع وذلك لانضمامنا لتحالف الأنبار الموحد وهو هذا التحالف أعتقد ليس موجه ضد أحد وإنما هو لدخول الغمار العملية السياسية في الانتخابات القادمة وإن شاء الله ما هو خير لأهلنا في محافظة الأنبار سيكون وأكرر بأن التناحر والتنكيل وتشويه الصورة لأي كتلة أو لأي شخص مرفوضة نحن كان انضمامنا لهذا التحالف نتيجة دراسة متأنية وليست ردة فعل وإنما عن قناعة لأن تحالف الأنبار الموحد فيه دماء جديدة وفيها أصحاب خبرة وأيضا بالنسبة لشركائنا في الفترة الماضية لم يكن التزامهم بما كما يجب كان التزام ضعيف نحن نعمل مع أي تحالف كشركاء لا نريد أن نكون على الهامش لا نريد أن نكون فقط نشارك في استحقاقات وإنما يجب أن نكون شركاء في القرار الأنبار كبيرة تستحق القرارات الصحيحة تستحق المشاركة وأنا أعتقد بأن العملية السياسية لا تقتصر على طرف ولا على شخص وإنما على التعددية وهي حالة صحية لأن تكون هناك خدمة أو تشخيص للواقع بزوايا متعددة ونحن الآن في هذا التحالف إن شاء الله الموفقية لكل من يعمل على خدمة أهلنا في محافظة الأنبار وفي محافظات العراق الأخرى الحقيقة أيضا تم تطرق على أن يكون هذا التحالف يكون أكثر شمولية وإن شاء الله في المحافظات العراقية الأخرى سيكون دور هذا التحالف ومن الله التوفير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة